تسلم وزير الخارجية سمح شكري رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتح السيسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال إن شكري استقبل سفير الجزائر في القهرة لتسلم الرسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتح السيسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأضف متحدث الخارجية أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين